بسم القابل ابن والروح الكدوس الإله الواحد أمين الإصاحة الستة واربعين وفي الإصاحة الستة واربعين ربنا هيكمل الوصف بتاع الهيكل وقرشالين وتقسيم الأرض في قرشالين ودور الرئيس ودور الشعب ودور الكهنة ودور اللويين كمان هيقول بعض التشريع اللي خاصة بالورث أو بغيره لكن اللي هنعرفه إن الشعب بعد ما يرجع من السابي في الحقيقة مش هيعمل القوانين اللي مكتوبة هنا ولا هيبني الهيكل بنفس الأرقام اللي مكتوبة ولا هيوزع المهام أو ينفذ التشريعات بحسب ما كتب في الإصحاح ده أو اللي قبله وده لأنها أمور روحية ورمزية واليهود نفسهم كان بيقفوا عند الإصحاحات اللي فاتت والإصحاح ده تحديدا ويقولوا الرئيس اللي مكتوب هنا هو المسية والأمور اللي مكتوبة دي هتتحقق في عهد المسية أما إحنا فمش هنقدر نحققها وهنستمر على تشريع موسى النبي فتعالوا نشوف الإصحاح بيقول إيه هكذا قال السيد الرب باب الدار الداخلية اللي برضو نحية المشرق يكون مغلق ست أيام الأسبوع اللي فيهم عمل ما يتفتحش غير في يوم السبت فقط وكمان في يوم رأس الشهر هم اليومين دول اللي يفتح فيهم الباب بتاع الدار الداخلية اللي نحية المشرق ومنه هيدخل الرئيس من طريق رواق الباب من خارج ويقف عند قائمة الباب ده اللي هو نحية المشرق بتاع الدار الداخلية وهناك هتعمل الكهنة محرقات وزبائح سلامة فهيسجد الرئيس عند عتبة الباب ثم يخرج أما الباب فما يتقفلش وراه لحد بالليل وهنا نلاحظ أنه بيتكلم عن باب المشرق بس بتاع الدار الداخلية مش الخارجية في الصحات اللي فاتت وتحديدا في الصحة الاربع واربعين اتكلمنا عن باب المشرق بس بتاع الدار الخارجية وقلنا طيار مزلسد العدرة اللي الرئيس اللي هو ربنا يسوع هيدخل ويخرج منها لكن بتولياتها تفضل مختومة أما هنا فاللي بيذكره هو باب المشرق بس بتاع الدار الداخلية وده مش بيرمز للسد العدرة لكن بيرمز لقلب الإنسان فربنا يسوع بيدخل من الباب ده وتحديدا وقت ما الإنسان يصلي اللي بيرمز بيه هنا ليوم السبت وأيام عيد أول الشهر يوم ما الإنسان يصلي ربنا يدخل قلبه وعند نفس الباب موجود كهنة بيقدمه محرقات وزبائح سلامة يعني الإنسان اللي بيدخل في قلبه السيد المسيح بيصبح قلبه كنيسة يفضل قلبه يقدم سبيحة صلاة وزبيحة خدمة وزبيحة عمل محبة لربنا زي ما بنصلي ونقول رحمة وسلام زبيحة التزبيح لأن الزبيحة لله روح منصحق القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله كمان الشعب بتاع كل أرض إسرائيل بيهوفوا عند مدخل هذا الباب من برة قدام الباب برضو في السبوت وفي رؤوس الشهور والمحرقة اللي بيقربها الرئيس لربنا على إيد الكهنة في يوم السبت يقدم ستة حملان صحيحة وكبش صحيح ويقدم تقدمة إيف الدقيق للكبش وللحملان يقدم على قد ما قد تقدر تدي ويقدم كمان مكيال زيت لكل إيفة من إيفة الدقيق وفي يوم رأس الشهر يقدم طور ابن بكر صحيح ومعا ستة حملان وكبش برضو تكون صحيحة ويدي تقدمة إيفة الدقيق للطور وإيفة الدقيق للكبش أما للحملان فحسب ما تقدم إيديه من غير ما يحسب يدي لكن لكل إيفة الدقيق يقدم قدامها مكيال من الزيت والرئيس لما ييجي يدخل بيدخل عن طريق رواق البيت وبردو من طريقه يخرج لكن لما يدخل شعب الأرض قدام ربنا في المواسم فيدخله من طريق باب الشمال ويسجده ويخرجه من طريق باب الجنوب وبقية الشعب ليدخل من طريق باب الجنوب يخرج عن طريق باب الشمال ما يرجعش حد من طريق الباب اللي دخل منه لكن يخرج من الباب اللي قدامه النحية التانية تنظيما للحركة ودي تفكرنا بيحن عشرة والآية رقم تسعة لما المسيح قال عن نفسه أنا هو الباب اندخل بأحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرأة عشان كده بيكمل ويقول أما الرئيس فيفضل في وسطهم يدخل عند دخولهم وعند خروجهم يخرجوا كلهم مع بعض ده يفكرنا فعلا بالرعي الصالح اللي بيدخل ويخرج ويصهر على غنمه ويتحرك معاهم زي ما ربنا قال في يحن عشرة بالزبط وبرضو في الأعياد والمواسم تكون التقدمة إيه في الدقيق للطور وإيه في الدقيق للكبش وللحملان برضو عطية إيد بلا نهاية على قدم الإنسان يقدر يقدم لكن في الآخر كل إيه في الدقيق يتقدم قدامها مكيال زيت وزا حب الرئيس يقدم من عنده زبائح محرقة أو سلامة زيادة من عنده لربنا يتفتح له الباب مخصوص المتجه للمشرق فيقدم محرقة وزبائح السلامة الزيادة اللي عايز يقدمهم زي ما بيقدم بالزبط يوم السبت ثم بعد كده يخرج وبعد خروجه يغلق الباب عشان محدش يدخل من باب المشرق لكن ده لا يمنع إن كل يوم بتتقدم محرقة للرب حمل عمره سنة صحيح بس يتقدم الصبح الصبح بس تعملوه ويتعامل كمان عليه تقدمة يعني دقيق وخمر وزيت وملح زي ما معروف في تقدمة أي محرقة برضو تقدموها صباحا وخلوا بالكم تقدموا معاهم ستس الإيفة وزيت تلت المكيال عشان يترشع الدقيق تقدموا للرب فريضة أبادية دائمة وتعملوا الحمل والتقديمة والزيت زي ما بيقولكم صباحا فقط صباحا تقدموا المحرقة الدائمة إلى الأبد دي وهنا واضح إن موسى كان بيكلم الناس ويقولهم إنهم يقدموا محرقة صباحا ومساء أما هنا في شريعة حسقيال في الإصاح الستة واربعين ربنا بيطلب منهم يقدموا المحرقة صباحا فقط وبيشدد عن موضوع ده جدا وكرروا في الآيات اللي فاتت تلت مرات طب ليه علشان دل يرمز لأداس العهد الجديد اللي هيتعمل مرة واحدة في اليوم وبيتعمل مع ضوء الصباح الصبح لإن إحنا دخلنا في عهد النور في عهد النعمة العهد الجديد كمان هنا بيقول إنها فريضة أبدية لإنها هتحدث الفريضة الأديمة بتاعة العهد الأديم محرقة الدم بتاعة الصبح وبالليل هيبقى عوضا عنها زبيحة الجسد والدم في العهد الجديد صباحا فقط حاجة كمان أقولها لكم الهالي السيد الرب إذا الرئيس إدى الرجل من ولاده عطية يبقى ابنه ده هياخد القرس إلى الأبد هيبقى ملك ليه لأنه بالوراثة يعني الورث لما يروح للابن يفضل الورث مع الشخص للآخر للأبد لكن إذا الرئيس إدى لعبد من عبيده عطية من مراسه ما تقعدش عنده العطية دي غير لغاية سنة العطق بس لكن ترجع تاني للرئيس لكن المراس بتاع الرئيس مايروحش غير لولاده فقط والرئيس ماياخدش من مراس الشعب ماياخدش منهم أبدا ولا يطردهم من مملكته وأعيد تاني ملك الرئيس يتورس لابنه بس علشان مايتفرقش ملك الرئيس على بقية الشعب واضح إن المعنى هنا إن الرئيس اللي هو ربنا يسوع يدي ملكه أو ملكوته لولاده فقط أما الباقي فحتى إذا استمتع بخيرات فهي هتكون حاجة مؤقتة على الأرض لكن اللي هيرس ويكون ليه المراس أبدي هم الأبناء فقط أبناء الماء والروح بعد كده أدخلني ربنا بالمدخل اللي جنب الباب لمخادع القدس اللي كانت بتاعة الكهنة المتجهة نحية الشمال ولقيت هناك موضع على الجانبين نحية الغرب يعني نحية قدس الأقداس وقال لي ده الموضع اللي الكهنة هيطبخوا فيه سبيحة الإسم وزبيحة الخطية وده المكان اللي هيخبزوا فيه خبز التقدمة علشان ما يخرجوش بالأمور المقدسة دي للدار الخارجية علشان يفضلوا يقدروا يقدسوا للشعب وبعدين أخرجني للدار الخارجية وعبرني على زوايا الدار الأربعة فلقيت في كل زاوية من الدار بيت صغير أو مكان مقفول اسمه دار بردو في الزوايا بتوع الدار الأربع لقيت الأربع ديران دول ولقيت حواليهم صور لكل واحد طولها أربعين وعرضها تلاتين يعني للأربع زوايا قياس واحد ولقيت محيط بيها زي حفة حول الأربع زوايا دول ومطابخ معمولة تحت الحفات المحيطة بيها يعني زي أربع أفران موجودين في الأربع زوايا والأربع أفران دول عشان يطبخ فيهم الزبايح والغيش بتاع التقدمة وبعدين قال لي دي بيت الطبخين هنا هيطبخ خدام البيت زبيحة للشعب وده يرمز للخدام اللي موجودين في الكنيسة علشان يحفظوا ويفهموا كلمة ربنا ويهدموها وكأنهم بيحضروا منها وجبة ثمينة يقدموها بعد كده للشعب علشان يتقدسوا بسم الله والابن والروح الكدوسة لله الواحد أمين لساعة ستة واربعين ركز جدا على دور الرئيس وإزاي هو اللي بيبادر ويدخل عند الباب الرئيسي للهيكل ويقدم المحرقات ويسجد يعني يكون قدوة للشعب بعد كده الشعب لما يدخل من الباب الشمال أو الجنوب هو يكون في وسطهم ويدخل ويخرج معاهم ويبشرهم ويكون قدوة ديهم عشان كده في السلاسية بتاعت النهاردة تعالوا نركز على دور الرئيس كل خادم مننا أو كل أمين خدمة أو كل حتى أب أو أم هم رؤساء للبيت فالأب هو قائد للبيت اللي مسؤول أنه يقوده للسماء الخادم هو قائد لفصله برضو بيقوده للسماء وأمين الأسرة بالذات هو بقى قائد لمنظومة أكبر ومسؤول أنه يقود أسرته باللي فيها من خدام ومختمين للسماء لكن فرق كبير قوي ما بين القائد وما بين المدير السيد المسيح كان قائد ناجح لكن ما كانش مدير فرق ما بين القائد يعني الليدر وما بين المدير اللي بنسميه المانجر أو البص إحنا أحبائي علينا أن نتصرف كقادة نقود أولادنا مش كمديرين اللي أحيانا كتير ما يكونوش محبوبين ولا مؤثرين القائد دايما مؤثر ودايما محبوب فتعالوا نعمل زي مقارنة ما بين القائد اللي بنسميه ليدر والمدير اللي بنطلق عليه بص القائد اللي بيشتغلوا معاه يخافوا على زعله البص يخافوا من رد فعله القائد دايما في كلامه يقول نحن أما المدير فدايما في كلامه يقول أنا القائد بيلهم اللي بيشتغلوا معاه أو بيخدموا معاه بأفكار جديدة بأمجالات جديدة للخدمة أما المدير فهو لا يلهم ولكن يشرف على تسير الأعمال يعني إزاي الحاجة تطلع مصبوطة مش إزاي يكون فيه تغيير أو إبداع أو استغلال التقاط عايز تبقى قائد ناجح مش مدير كمان ركز دايما على المستقبل اللي هيحصل قدام إيه فمن دلوقتي حضرله أما المدير فيهمه جدا اللي موجود دلوقتي يتعامل صح القائد ممكن يفوت شوية ضعفات حالية في مقابل فايدة أكبر قدام أما المدير فيهمه جدا اللي يطلع دلوقتي يطلع مصبوط جدا واللي جاي هنبقى نشوف نعمله إزاي القائد يحط الخطوط العريضة ويفوض اللي تحته يشتغل تحت مباشرة وتشجيع منه أما المدير فيعتني بالتفاصيل بزيادة ودايما عايز اللي معاه يعمله اللي في دماغه كأنهم بيقروا أفكاره القائد يحرص ان اللي معاه يكونوا جزء من المنظومة ومنتمين لها أما المدير فيحرص أن يكون هو على رأس المنظومة والباقي بيشتغل تحت أوامره علشان كده القائد دايما يسأل اللي معاه تفتكروا ليه؟ تفتكروا نعمل إيه؟ يعني لماذا وماذا؟ أما المدير أو البص فدايما سؤاله اللي حواليه إمتى وفين؟ يعني نوع من التحقيق وليس نوع من التمكين لأن القائد عايز يمكن اللي حواليه من نفس دوره ويعمل وظيفتهم بفرح وبإتقان أما المدير أو البص فدايما حواره مع اللي معاه في مسحة من اللوم أو التحقيق وبكده يبقى المحصلة في الآخر إن اللي بيعرف يلعب دور القائد بيكون مرغوب في حضوره أما المدير أو البص فممكن اللي معاه يعمله شغل من أجل إرضاؤه وده الفترة لكن في نفس الوقت بيكونوا مثقلين يبقى أول حاجة في السلسية أخذنا الفرق ما بين القائد والمدير كمان دلوقتي هناخد ثلاث أدوار للقائد سلسية تانية القائد المسيحي الحقيقي رقم واحد يعرف الطريق تاني حاجة بيدلع الطريق تالت حاجة بيسلك في الطريق أول حاجة يعرف الطريق knows the way عارف بالظبط هو عايز يعمل إيه والصورة هتطلع في الآخر إزاي عنده رؤية رقم اتنين بيدلع الطريق shows the way يعني عارف كويس الخطوات تتميشي إزاي فبيدل اللي حواليه يمشوها إزاي رقم ثلاثة goes the way يعني بيسلك هو نفسه الطريق وبمثابرة يعني بياخد بأيديهم ويتحركوا مع بعض دور القائد عارف الطريق بيدل عليه وبيمشيه مع اللي معاه يبقى أول حاجة في السلسية عرفنا إزاي القائد بيتميز عن المدير تاني حاجة عرفنا ثلاث أدوار ليه تالت حاجة والأخيرة تعالوا ناخد ثلاث صفات للقائد المسيحي كلهم بحرف الاس بالإنجليزي أول حاجة shifered يعني راعي يعني يهمه جدا حال أولاده يشفق عليهم عرف ظروفهم يتغضى عن ضعفاتهم بالذات لو كانت ضرورية يعني لو أمين خدمة هو مش شايف الخادم بس من منظور أنه بيحضر درس وبيتقل في الفصل لا هو شايفه إنسان ليه كيان وليه مسئوليات وممكن يوم ما قدرش ييجي أو عنده حجة مقبولة هو شايفه قراعي رقم اتنين steward يعني استيورد يعني القائد الحقيقي المسيحي هو وكيل يعني إيه وكيل يعني هو مش شايف نفسه أعظم من اللي حواليه هو معه وكالة مستأمن عليها وهيسلم نتيجها للمسيح رقصا هو عنده مدير أعظم هو مش آخر السكة ولا قمة المسلس هو أخ كبير وسط الفريق وهو زيهم ليه حد كبير بيقدم له التقرير القائد الحقيقي اللي اسمه المسيح ثالث صفة هو servant زي ما هو شيفرد وستيورد هو برضو servant يعني في الآخر هو خادم للكل نرجع لمثل الأمين إذا فيه واحد من الخدام أثر هو مش بيبص بعين النقد دايما ولا تفاصيل التفاصيل أو لازم يعرف الصغيرة والكبيرة يحسن دايما عنده إحساس بتخوين المسئولين يكونوا بيقدموا صورة غير اللي هو عايز يوصلها وعليهم كمان أنهم يقروا أفكاره عشان يوصلوا للناس اللي هو عايز يوصله بالزبط وأخيرا يحقق معاهم ووصلوا لإيه وأخفقوا في إيه طبعا الشكل ده مش قائد جوه الكنيسة لكن القائد الحقيقي بيكون خادم للكل وآخر للكل هو بيبص دايما حتى للشخص المقصر على أن ينقصه أكيد حاجة ودوري أن أنا هاملة النقص اللي عنده لحد ما ربنا يكملني ويكمله مقدرش يحضر النهاردة أنا هشيل مقدرش ينزل النهاردة أنا هشجع مقدرش ينفذ المطلوب أنا هسند بكده يصير أفضل قائد لأفضل فريق إذن بسلاسية النهاردة أخذنا الفرق ما بين القائد والمدير وأخذنا أدوار القائد وأخذنا أخيرا صفات القائد